طبعاً نبدي بالزيارة اللي قام بها السيد المدير العام المحترم مدير عام لأحوال مدنية والجوازات والإقامة إلى مديرية الأحوال والجوازات الإقامة في أقليم كردستان حيث تم الالتقاء خلال هذه الزيارة مع السيد وزير داخلية الأقليم الأستاذ رايبار أحمد وزير داخلية الأقليم وتم نقل من خلال تحيات السيد معاه وزير الداخلية المحترام إلى السيد وزير الداخلية في الأقليم أيضا تم الالتقاء بالسيد مدير جنسية الأقليم اللواء هيرش أحمد تم التطرق في هذه الزيارة إلى عدد من النقاط المهمة فيما يخص موضوع البطاقة الوطنية وموضوع الإقامة حيث تم وضع بعض الحلول لبعض الإشكالات المتعلقة بين الأقليم وبين المركز فيما يخص تطبيق القانون وصلاحية السلطة الاتحادية في تطبيق قانون الجنسية بصورة عامة نعم سيدي أيضا الوفد كان متألف من السيد مدير شونالي قام العميد الحقوقي قصة إصبيح بالإضافة إلى السيد مدير القانونية ومدير قسم العلاقات والإعلام العميد ضرغام تحياتنا لهم جميعا نعم سيدي في هذا فيما يخص الزيارة السابقة هذه الزيارة يكون الأثر البالغ الإجابة أكيد نعم حيث بعض الإشكالات وتدليل الصعوبات التي قد تواجه الأقليم تمام نعم سيدي أيضا فيما يخص موضوع تغيير القاب والأسماء من الأمور التي كثير ما توردنا تصالات في هذا الموضوع كثير تورد أن موضوع يخص تغيير الألقاء وتغيير الأسماء حتى الأسماء المشينة والغير مشينة البعض أيضا يرغم بتغيير الأسماء أيضا نحن نطمن المواطنين نحن ذكرنا بالحلقة السابقة أن موضوع هذا سيتمع من خلال الرابط الإلكتروني المعلن من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال موقع وحدة الحكومة الوطنية هذا سيكون من الإجراءات التي يسهل على المواطن الحصول على الإجراء الأصولي بدون مراجعة الدوائر يباشر مواشرة الدخول إلى هذا الرابط من خلال الرابط وملئ الاستمارة المعلنة في هذا الرابط هو أيضا رابط عامي يشمل أكثر من دائرة يخص الحكومة الإلكترونية وإجراءات على المواطن العراقي أيضا سيدي فيما يخص موضوع الحجز الأيكتروني والإجراءات الخاصة بالمواطن التي هي حالات الوقعات الحياتية التي يكون لها الولادات وموضوع الزواج وموضوع التأشيرات البقية كلها مستمرة أيضا نحن نطمن المواطنين فيما يخص بعض المواطنين يطلبون الحجز أيضا نقول لهم أنه الهويات اللي تكون نافذة واللي مضع عليها أكثر من عشر سنوات يعني عشرة والدعش هاي ما رح يتطلب من المواطن حجز الأيكتروني يقدر يراجع الدائرة مباشرة بدون تعتبر مضمن الوقعات الحياتية أيضا المواطنين فيما يخص موضوع داخل اللي هم خارج الرقعة الجغرافية المناطق هم يعني اللي يقصد به مثلا دارة النفوس مثلا في بغداد وبالعكس مع المحافظات أيضا هاي رح تكون مستثنات من الحجز الأيكتروني سيدي هاي ذي أهم النشاطات وأهم الأمور التي حصلت في الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي